نرضى نادي الترجل رياض التونسي بيعلن عن تلقيه قرار من الاتحاد الأفريقي بفرض عقوبة أداء مباراتين بدون جمهور تنفيذا لقرار عقابي بشأن ما حدث في مباراته مع الأهلي من اعتداء على حفلة الأهلي في تونس وإصابة حشاب محمد وما صدر عن جماهير الترجل يا فرحتي الأهلي يتعملوا جلسة ويعلن عقوبات قبل المباراة ويوجه اللوم لمدربه ويتلقى العقوبات ويفرج عن عقوبات للترجل قبل المباراة ويلعب الأهلي تحت الحصار وتحت الاعتداءات ولكن العقوبات يستفيد منها الآخرون هستفيد منها بلاتينيا مستارز ورولاندو بيرتس الجنوب أفريقي مبارتيهم مع الترجل التونسي في تونس هيكونوا بدون جماهير بعد شهرين من هذا الحدث اللي صاحب مباراة العودة في الدور النهائي وزي ما المهندس عادلي قال طيب يا فرحتي هنم مستفيد ايه لأنه قياسا على ده ما وصف بأحداث مباراة الزهاب صدرت بشأنها عقوبات قبل مباراة العودة والنهار ده بعد شهرين بيتم البد في أحداث نتج عنها إصابة لعب بثمن غرص في وشه هشان محمد لو تفتكروا حضراتكو في واقعة شديدة في أي مكان آخر بتعيد مباراة لكن احنا أنا عايز أقول حاجة بقى مش عايزين خلاص ما حدث حدث وستفد من دروس الماضي وما نسيبش حد يعكر صف العلاقة اللي كانت مميزة جدا وأرجو أن تستمر